حصل مطار البحرين الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم في مناولة الأمتعة وجائزة أفضل موظفي مطار في الشرق الأوسط وجائزة تصنيف خمس نجوم للعام الثاني على التوالي نعم وذلك في حفل جوائز المطارات العالمية الذي أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام وتسلم الجوائز خلال الحفلة سيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة والسيد محمد يوسف بن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين وتعتبر جوائز المطارات العالمية التي تنظمها مؤسسة سكايتراكس من أهم أدوات التقييم في صناعة الطيران التعتمد نتائجها على تصويت المشاركين في أكبر استقصاء لرضى العملاء عالميا وتشكل الجوائز إضافة نوعية إلى رصيد مطار البحرين الدولي في الإنجازات الدولية والذي يعازز من موقعه في مصاف المطارات الإقليمية والدولية وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طيران الخليج القابضة عن الفخر والاعتزاز بهذا التقدير الدولي المرموق لمستوى خدمات مطار البحرين الدولي مما يجسد الالتزام بتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المساعدات جوائز عالمية من قبل شركة سكايتراكس الجائزة الهولى هي للسنة الثانية على التوالي منذ افتتاح المطار الحفاظ على تصنيف خمس نجوم والجائزة الثانية هي أفضل مطار في العالم لمناولة الأمتعة والجائزة الثالثة هي أفضل مطار في الشرق الأوسط في خدمة العملاء هذا شرف كبير طبعا لنا وحافز أكبر اللي يعطينا المزيد من الطموح طبعا مناولة الأمتعة واحدة من الخدمات الجدا رئيسية في تجربة المسافرين وهي ما تكون واضحة أمام المسافرين تكون في خلف أو في الجزء المخفي من مبنى المسافرين ولو لا كفاءة هذه الخدمة لكانت تجربة المسافرين تجربة غير مرضية ولذلك فريق العمل اللي يقوم على أداء هذه الخدمة إن كان من شركة مطار البحرين أو من شركاءنا الاستراتيجيين هذه الفريق يقوم بعمل متكامل لضمان توفير خدمة استثنائية للمسافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر